أدانت المملكة المغربية بشدة الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتورة المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أن المملكة تستنكر هذه الأفعال التي تعكس غياب النطج لدى مقترفيها وتجدد تأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم وأبرز البلاغ أن حرية التعبير لا يمكنها لأي سبب من الأسباب أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيئة للديانة الإسلامية التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم وأضاف المصدر أنه بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي ترتكب باسم الإسلام فإنها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي وختم البلاغ بأن المملكة المغربية تدعو على غرار باقي الدول العربية والإسلامية إلى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء وإلى التحلي بالفطنة وبروح احترام الآخر كشرط أساسيا للعيش المشترك والحوار الهادئ والبناء بين الأديانة